لا أحد ملتفت لهم فالأنظار متجهة نحن مفاوضات غامضة نتائج ومشغولة بمواجهات متقطعة في الحديدة إنهم نازحوا الحديدة الواقعون بين جحيم ميليشيا الحوثي وإهمال الشرعية وتخاذل التحالف يعيش هؤلاء النازحون ظروفاً بالغة القسوة حيث يفتقدون لأبسط مقومات الحياة مثل الماء النظيف والنظام الصحي وبعضهم بتأكيد منظمات دولية لا يعلمون متى ستأتي وجبتهم التالية وفق الأمم المتحدة فإن آلاف اليمنيين نزحوا إلى محافظة حجة التي تقع على بعد 140 كم من الحديدة وقد غردت المنظمة الدولية في تويتر بأن أكثر من 6500 عائلة أجبرتهم المعارك المندلعة في الحديدة على الهرب باتجاه عبس في يونيو الماضي كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة الطارية مارك لوكوك قد لفت السبت الماضي أنظار العالم في بيان الله إلى تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين من عدة محافظات بينهم ما يفوق النصف مليون فروا من مواجهات الحديدة قصة نازحية الحديدة ليست سوى واحدة من قصص النزوح في اليمن فالحرب المندلعة منذ سنوات خلفت في كل محافظة فارين ومهجرين قسرا لكن الأشد إلاما هو تجاهل العالم كله لمأساتهم مكتفيا كعادته بالتنديد والتحذير تحذير